السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد على قناتك مرافق تيفي وقع صباح اليوم الاثنين حادث تصادم قطار بين مستودع جبل جلود ومحطة الأرطال ببرشلونة في العاصمة التونسية وأعلن الموديل جيوي للحماية المدنية بتونس بالنيابة سامير الوسلاتي في تصره لإداعات موزايك أنه تم نقل حوالي 65 مسافرا إلى المستشفيات إصاباتهم خفيفة بينهم ردود سلام عليكم الله وخيرا على المشاهدة لا تنسوا الضغط على الزر إعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته